مساء الخير النهار ده فيه عنوان كبير وواضح وصريح اسمه دولة القانون العنوان ده يا ما دورنا عليه ويا ما استنينا نشوفه متطبق على أرض الواقع خصوصا مع كل موقف أو حدث أو قضية بتبقى نتيجتها ان احنا بنحتاج نجاوب على هذا السؤال هو احنا دولة قانون ولا لا؟ هو احنا الحكم بيننا والفايصل بيننا القانون؟ ولا حاجة تانية؟ الأسئلة اللي من النوع ده بتكثر فيه أوقات معينة وسط الأسئلة دي طبعا بيظهر وينشط ويتكاثر أهل الشار بيبقى الحقيقة ده مناخ كويس جدا للأكاذيب والشائعات والصيد في الميا العكرة عشان كده فيه أوقات معينة بنقول وبنطالب بسرعة الرد بسرعة الإجابة لأنه عامل الوقت ما بيبقاش أبدا في مصلحتنا ولا ده مصلحة البلد التأخر في الرد ده مش لمصلحة البلد ولا لمصلحة أن احنا نكون دائما وأبدا عندنا نوع من التماسك لأنه لما نرد بسرعة بنقفل الباب قدام كل اللي بيفكر كل اللي بيسعى أنه يعمل شرخ في المجتمع أنه يوقع بيننا أنه يشكك في المؤسسات بتاعتنا أنه يظهرنا في مظهر مش بتاعنا أنا بقولي الكلام ده ليه؟ بقولي الكلام ده عشان الحقيقة بيان النيابة العامة اللي طلع النهاردة واللي بيقفل الطريق في وش الجماعة إياها بيان قفل الباب على كل الأكاذيب قفل الباب قدام كل المزيدين والناس اللي بتستغل أي وقعة مهما كانت صغيرة أو حتى هي وقعة فردية يستغلوها علشان يعملوا بلبلة عشان ينشروا شائعات عشان يختلقوا أكاذيب عشان كده يا بالعمة طلعت النهاردة بيان بحالة ظابط شرطة وخمسة آخرين للمحاكمة الجنائية تمهيدا لمحاكمتهم في الأحداث اللي حصلت في منطقة سيدي براني في مرسى مطروح طبعا كلنا تابعنا الواقع اللي حكيتها نيابة العامة بالتفصيل في بيانها النهاردة واللي كانت بادية من يوم الثلاثة اللي فات وقت ما كان فيه شخص من منطقة سيدي براني بينتمي لقبيلة المحافيز كان معادي بعربيته كان في الوقت ده فيه قوة أمنية متواجدة قوة بتاعت مواجهة الهجرة غير الشرعية وتجارة المخدرات القوة الأمنية دي طلبته إنه يقف بالعربية رفض الاستجابة مش بس كده أصار إنه يهرب طبعا طبيعي جدا إنه القوة الأمنية تحاول توقف وتشوف هو ده بيهرب ليه زي ما بيان نيابة العامة قال زابط الشرطة ضرب نار عشان يوقف العربية وتم إصابة الشخص اللي في العربية ومات من اللحظة اللي حصل فيها الواقعة وبدأت الجامعات إيها تتاجر باللي حصل وبدأت بقى تتردد الجمل اللي بنسمعها بقى محدش هامل حاجة أصلا محدش هيتحاسب لأ روحوا خدوا حققكم بأيديكم انزلوا دفعوا عن نفسكم هتحق ابنكم بالكلام ده ورجع تاني السؤال هو إحنا دول القانون ولا لأ لكن بيان النيابة العامة جاوب على هذا السؤال والحقيقة مش بس بيان النيابة العامة اللي جاوب ده وعي قبيلة المحافيز المطروح كمان جاوب على السؤال وقال إننا دولة قانون طبعا قبيلة المحافيز وجهت الشكر للمسؤولين عن تنفيذ القانون وأنا الحقيقة من هنا بوجه الشكر لقبيلة المحافيز إنهم فعلا قدروا إنهم يقفلوا الباب بتضبّوا المفتاح قدام الإشعات وقدام التحريض وقدام محاولات الوقيعة وبقول بقى للجماعة إياهم كيفاء بقى لعيبكم اتكشفت واللي كنتوا بتعملوه قبل كده للأسف مش هتعرفوا بتعملوه تاني خالص مصر جديدة أهلا بيكم